بسم الله الرحمن الرحيم. النار ده كان عندي تمرين الساعة اثنين الضهر. فكان صعب على ان انا اتفرج على وراءة الجزائر والسودان. وبالتالي ماتش مصر واللبنان ضاعوا مني. فاول ما جيت قررت ان انا اخش اتفرج على الملخصات بتاع الماتشات. ومش ادهر على النتيجة او ادهر على اي حاجة. بس سبحان الله كنت متوقع جدا ان المنتخب لبنان هيعصلك قدام منتخب مصر. وكنت متوقع برضو ناحية تانية ان الجزائر هتعمل على السودان وهتطلع كسبانة بنتيجة كبيرة. وهو ده الفرق عزيزي ما بين حال المنتخب المصر حاليا وحال المنتخب الجزائر حاليا. لان احنا احنا رحبنا نتكلم على مباراة مصر هو ايه آآ لابنان الشقيقة هلاقي ان في مشاكل كتيرة بداية من التشكيل. مروان حمدي بيلعب هاف ولا بيلعب فرود. ولا بيلعب اربعة اتنين ولا اربعة اتنين تلاتة واحد. والمنتخب المصري عنده مشاكل كتير اساسا. مشاكل في ثقة. مساء مشاكل في الانسجام. مشاكل في العقلية. مشاكل في حاجات كتير. مشاكل في القناعة بكل اسكروش اللي الناس بدأت تشاكد في الفترة الاخيرة. فكان حاجة صعبة على المنتخب المصري انك تنتظر منه اي حاجة بيقدمها جوال ملك. فطبيعي ان المنتخب مصري يكسب بضرب الجزاء في الديها السابعين عن طريمة ديها. ده طبيعة ومنطقة جدا. زي ما طبيعة ومنطقة المنتخب الجزائري يلعب على المنتخب السوداني. مع احترامي للاخر في السودان. بس الجزائر جاية برسالة واضحة. احنا جايين ناخد بطولة. وده اللي كنت بتكلم على ما كنت بتكلم على قائمة المنتخب المستدعان من كبر مجيد بوجرة. كنت بتكلم ان بقى فيها عقلية واضحة عند الجزائريين حيطي ان احنا هنروح ناخد بطولة. احنا مش رحينا من تمثيل مشارف في قطر. احنا رحيين ناخد بطولة. حتى لو جامع فريق من اسبوعين بس. هقدر اننا نعمل بي نتيجة. ليه بقى? عندي لعيبة عندهم عقيلة مصر. عندي لعيبة عندهم قلب وروح. وعايزين يعملوا حاجة للتشير بتاع منتخب بلدهم. مش هتكلم انا على حيط المنتخب المصري على القلب والروح دي. يعني كلنا عارفين انا في مصر الدنيا والله ده عاملت ازاي بتكون اصعب لحظات حياتنا يا لحظات تجمع المنتخب المصري. لانك بتلاقي الجاميهير اللي اللعب بتاعهم مش مستدعب منتخب مصري. بتلاقي انهم بيشجعوا المنتخب الخصم فالموضوع انا في مصر صعب جدا جدا. في حاجة ان احنا نتكلم دلوقتي على اللي هيحسم المجموعة في الاخر مباراة مصر والجزائر. لا يا باشا مباراة مصر الجزائر. الجزائر هيحسم المجموعة اساسا بدل بدل. اشتغل بعض. بس صراحة عجبني جدا من نهاردة وجود امير سعيود. في نستالجيا في صراحة يعني. امير سعيود. والد ازار مع المنتخب المغرب. في حاجات كده يعني بتحسها يعني يا اخي. احنا كبرنا والله يعني امير سعيود كان جاينا الاهلي هنا وهو كان بتقال عليه بيس الجزائر. وكان بتقال عليه ان هو موهبة اقادمة. ودلوقتي يوصل علينا ان احنا بنتفرج على امير سعيود. وعند واحدة تلاتين سنة. واخيرنا العقلية بتاعت ودأ ربنا ايدي. ويفكر يلعب كورة. بيعيد على الاستعراض. وربنا قربوا. وكمان بقى موجود ضمن منتخب الجزائر المحليين. ودي حاجة بقى صعبة جدا. في ظل العقلية المحتمدة على الانتصار. وعقيرة المصر اللي موجودة عند الجزائر اللي بالكده. فالموضوع بنسبة انك تنضم المنتخب مغربي اه جزائري او مغربي حاليا للمحليين او للفري الاول. حييك على شغلك اللي اشتغلت على نفسك. وحييك كمان ان انت بريد تنسى موضوع انك ممكن تعدم الفرقة كلها بصراحة. المغداد مجاحة باشا. والله ايزا سفاح صديقي. لما كنت بنتكلم عن حاجة ان والله جماعة عاردت يجي برشلونة. ناس كتيرة او كان بتقول لك اهيه برشلونة ايه? ازاي ان انت وطلودة. ما تبطلوا تتبيلي الكزارين بقى لو. بغداد بنطبلو. بغداد سفاحها يا شباب. شفت الجود الاول طيب. طب شفت القطع اللي قطعها من ورا المساكين بتاع المنتخب السوداني. ما شفتها اسفح? ما بتركز انت في الحاجات دي. طب شفت جمال بالعمري. جمال بالعمري زيارة بتاعته في الهدف التالت. طب شفت هلال سوداني في الهدف الراجع. طب شفت الهدف الخامس اللي تلغب داعي بتاع بغداد بنجاح. طب شفت حتى تقلو كرايس برحي في ضربة الجزاء من محمد عبد الرحمن لعب السودان ليصدها منهم. بص هي مش كسر تطبيله والله يا بالقدر ما هي ان الناس دي بدأوا يروحوا في حتة تانية بعيد عننا. ودي حاجة بالنسبة لي كمصري ممكن تزهجني. بس بصراحة بالنسبة لي كشخص محب العالم كرة القدر معايز. الناس اللي بتتطور نساء افلاها. الناس اللي بدأت تشتغل على العيوبها. وبتطور نساء افلاها. انما احنا هنقعد نحكد على الناس لمجرد ان هم بيروحوا لبعيد واحنا قاعدين في نفس المكان وعايشين على التاريخ والجيل بتاع ابو تريكا واللي حاسم شحات عمله في الكرة. الوضع صعب الصراحة. الوضع صعب ومرزي. اتمنى ان التغيير في الكرة المصرية يجي من داخل الكرة المصرية. مش يجي انك تقعد تقلل من المنتخبات عشان خاطر تبالى ان انت قام. وهو تاني وثالث ورابع انا مش بعد المنتخب بلدي بالعكس. انا ببص نظرة واقعية. مش نظرة كلها تفاؤل بحاجة مش ممكن تحصل ولا تشعرهم ايه. احنا بنقول يا رب اكرمنا. ونعمل نتايج كويسة في كاس العرب. انما هادي احنا مرة اشتاحية الفوز بكاس العرب صعب جدا. حتى بعد مشاهدتك لمدة شو وصل النهاردة قدام لبنان صعب جدا. برغم ان دبيئ ان محترمان ازاد على زوم واحطان رصف الليب حشان كانت فاكرة ان احنا نعمل حاجة. بس يلا هزا حال الدنيا. احنا على سنة كنا فاكرين ان احنا نجي نعمل حاجة. لا اعجبك الفيديو ممكن تعمل لك ارسوا اسكرايب. لما اعجبات سجاجة ان انا بطبق براحتك اعمل درسائج بس ما تشتمش في الكومنتهات لان انا حظر الشيتيمة في الكومنتهات عنها.